موسيقى اهلا بكم الى هذا الموجز حل اليوم بالجزائر الرئيس والاغندي يويري كاكوتا موسيفيني في زيارة دولة الى الجزائر حيث كان في استقباله بمطار الجزائر الدولي الرئيس والجزائري عبد المجيد تبون وحيى الرئيسان اعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر والعمداء الجهويين واعضاء سفارة اوغندا الزيارة تكتسي اهمية خاصة ضمن مصاري الديناميكية الايجابية التي تشهدها علاقات الاخوة والتعاون بين البلدين ومن المرتقب خلال الزيارة التوقيع على عدة اتفاقيات تعاون كما ان الزيارة من شأنها تعزيز الالتزام المشترك للبلدين لصالح قضايا القارة الافريقية وتأكيد تطلعهما نحو تحقيق السلم والتنمية لشعوبها خاصة من خلال الرغبة المشتركة للتطوير العمل الافريقي في اطار الاتحاد الافريقي هنأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون نظيره الصيني شي جينبينغ بمناسبة اعادة انتخابه من قبل المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني رئيسا للبلاد واشد الرئيس تبون في رسالة بعمق العلاقات الجزائرية الصينية والتعاون التاريخي الذي يجمع البلدين بما من شأنه تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة والارتقاء بها الى مستويات اعلى واعيد انتخاب الرئيس الصيني شي جينبينغ لولاية ثالثة امس الجمعة اثر تصويت النواب بالاجماع لصالحه اعلن الرئيس التونسي قيس السعيد عزمه على اعادة العلاقات الدبلوماسية مع سوريا والمقطوعة منذ 11 عاما وكانت رئاسة التونسية قد اعلنت في وقت سابق ان الرئيس السعيد قرر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبلاده في سوريا واعقب ذلك تأكيد الطرفين على رغبتهما في عودة العلاقات التونائية الى مسارها الطبيعي عبر ترفيع مستوى التمثيل الدبلوماسي وقال سعيد خلال استقباله وزير الخارجية نبيل عمار مساء امس قال ان بلاده تتعامل مع الدولة السورية ولا دخل لها في اختيارات الشعب السوري في ايطاليا انقض خفروا السواحل اكترى من الف مهاجر ونقلوهم الى الشاطئ جنوب البلاد السب جاء ذلك بعد اطلاق عملية انقاض واسعة لانقاض ثلاثة قوارب تكافح البحر الهائجة قبلة جزيرة كالابريا واقلت سفينة تابعة لخفر السواحل الايطالي خمسمائة واربعة وثمانين شخصا الى مدينة اريجو كالابريا بينما اقتادت اخرى قاربا على متنه اربعمائة وسبعة وثمانون مهاجرا الى ميناء كروتوني بالقرب من موقع تحطم قارب يوم السادس والعشرين الفيفري اصفر عن مقتل اربعة وسبعين شخصا وقال مسؤولون محليون انه تم انقاض مائتي مهاجر قبل تساحل سقلية وسينقلون بحرا الى كاتانيا في وقت لاحق اليوم اعلن الاتحاد الاوروبي عن عقد مؤتمر دولي للمانحين ببروكسل في العشرين مارس الجاري لدعم المتضررين من زلزال توركيا وسوريا وذلك في اطار تقديم الدول الاعظام في الاتحاد المزيد من ادوات الاغاثة والتعافي واعادة الاعمار في البلدين لمساعدة المتضررين من الزلزال المدمر الذي وقع الشهر الماضي وذكرت المفاوضية الاوروبية في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي ان الاتحاد الاوروبي يدعو الشركاء الدوليين الاخرين والمانحين العالميين الى اظهار التضامن مع المتضررين في توركيا وسوريا في هذه الظروف الصعبة نهاية الموجز شكرا لكم تبقى الروابط الالكتروني للقناة في الخدمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر